بعدما كان هاجس الفلاح محمد ربط مستثمرته بالكهرباء الفلاحية لسنوات ها هي عدة مستثمرات بعدما استفاد أصحابها من رخص حفر الآبار بالمحيط الفلاحي المقادد ببلدية المطمر بولاية غلزان استفادت من مشاريع لربطه بالكهرباء وهو مساهمة في عودة النشاط الفلاحي بهذا المحيط المصاريف تحت المعزوط يستهلك بزاف المعزوط واليوم الحمد لله استفادنا من برنامج هذا كهرباء الفلاحية هيا وورانا الحمد لله هذه المنطقة هذه كعمة كاش فيها كاش تري سيتي هذا المحيط والله لك الميت والحمد لله كي وصلنا هنا كهرباء وصلنا الحمد لله حيا رهام ليها رهي ترجع خل من اللي كانت كانت سحراء أحيلا كتشوف ما شاء الله فعملية ربط المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالطاقة الكهربائية لازالت متواصلة والاتفاقت نسبة 90% من المستثمرات التي يشملها هذا البرنامج بالولاية بربط حوالي 436 مستثمرة فلاحية من الهدف كان هو 480 الآن نرى في حوالي 90% من إجمالي الربط بالكهرباء طول شبكة الكهرباء التي أنجزت هي حوالي 223 كيلومتر هو برنامج الهدف منه بحث النشاط الفلاحي لعدة شعب بعدة محيطات فلاحية للرفع من الإنتاج الفلاحي ترجمة نانسي قنقر